أي إنسان يخاف من غير الله كخوف من الله سبحانه وتعالى يكون الجزاء من جنس العمل بأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا يصلط عليه كما كان الناس في الجاهلية إذا نزلوا أي منزل يخافوا من الجن يستعدوا بالجن فماذا كان يصنع لهم الجن يخوفهم أكثر فإذا قدم الإنسان الخوف من الجن على خوف من الله مثلا جاء الجن يخوفه أكثر تقرأ آية الكرسي إذا عويت الأفراشك الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية في سورة البقرة إذا قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقرب شيطا حتى يصبح إذا نزل أي منزل في كهف في بحر في بر من الطائر نزل قال أعوذ بكلمات الله التأمات من شر ما خلق قال هذا الدع استعاد بالله سبحانه وتعالى لم يضره شيء سواء كان من الجن من الحيوانات من أي شيء حتى يرحل من منزلي ذلك نحرس على الأذكار نحرس على الأذكار قصيرة لكن فائدة كبيرة 虽然有一些很短的GDRL的詞句 但是對我們非常有益